السلام عليكم ورحمة الله تعتبر سلالة الدغمة من الأغنى من أغنى وأجود لحوم العالم موطنها الأصلي الجزائر قبل البدء بالفيديو أرجو الاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد سلالة الدغمة من ضحايا الاحتلال الفرنسي للجزائر سلالة الدغمة هي سلالة نادرة من الأغنى تعد من أفضل سلالة الغنم في العالم موطنها الأصلي الجزائر وهي سلالة اقتصادية تكتفي بالمرعى فقط لتسمن وتمتاز بالخصوبة العالية حيث تنجب خروفين إلى أربعة كل أربعة عشر شهر كانت السلالة الدغمة بين ضحايا الاحتلال الفرنسي للجزائر منذ سنة 1830 إلى 1962 الذي باشرت أملية تهريبها من الجزائر نحو فرنسا وذلك لجودة لحومها المطلوبة عالميا وقد كانت قوة احتلال الفرنسي قد دشنت خطا للسكك الحديدية قصصا لتهريب الدغمة وبدأت من المحافظة بشار إلى غاية منطقة المحمدية في الجزائر العاصمة وهربت أعدادا ضخبة منها عبر الميناء وعقبال نيل الجزائر استقلالها عن احتلال الفرنسي عام 1962 قررت تسمية طريق في العاصمة باسم طريق الخرفان ذلك لأن الطريق شهد خلال الفترة احتلال الفرنسي مرور أكثر من 2 مليون رأس من الغنم من السلالة الدغمة نهبها لجنود احتلال من منطقة مشرية تابعة لمحافظة النعمة وسقط نحو ميناء الجزائر العاصمة لتنقلها بعدها إلى مدينة مارسيليا في جنوب الفرنسي سلالة الدغمة موطنها الأصلي في الجزائر يعتبر الموطن الأصلي لسلالة الدغمة جنوب أغربي البيض السعيدة النعمة وجنوب تلمسان كما قامت الدولة الجزائرية في السبعينات والثمانينات أي من القرن الماضي وضعت الدولة الجزائرية صور لخروف من سلالة الدغمة في العملة الجزائرية الدناء من فئة 20 سنتيما نقديا والتي كان يسميها الجزائريون بأربعة دورو شكرا على المتابعة وأرجو الاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله